سلام كنا حكينا بالفيديو السابق عن الاد بازل عن اهمية هايدي الادات بالعملية التعليمية خاصة عملية التعليم عن بعض لانه هي بتقدر تسمحنا نخلق فيديوهات تفاعلية اكتر مع الطلاب يلي نحنا عم نتواصل معاهم عبر انه منعمل فيديوز نضمنا مجموعة من الاسئلة والملاحظات بهذا الفيديو راح نتعرف اكتر عن كيف فينا نحنا نشتغل هيدا الموضوع راح ندخل على الاب بازل وبنعمل لوج ان على الاكاونت الخاص فينا هيدا الاكاونت الخاص فينا نحن استخدمنا الجيميل حاليا انا ما عندي ولا كونتنت فانا بتضيف كونتنت كنا نحنا حكينا قبل عن موضوع الهوم اللي هني بكونوا الفيديوهات اللي موجودين اصلا على الانترنت الكوريكلوم اذا نحنا ما نفتش على فيديوهات بحسب المراحل العمرية وبحسب السبجيكت وهنا اذا كنا نحنا ضايفين مدرستنا بيبين عنا الفيديوهات الموجودة من ضمن المدرسة وماي كونتنت انا بدي اخلق فيديو اول شغل اللي بدي اعمله بدي اعمل ادي كونتنت في عندي انا كريايت فيديو يعني انا عم بعمل كريايتينج لفيديو موجود وبعمل اديتينج عليه فيني انا اعمل فلتر بحسب السبجيكت لنقى طوبك معي اشتغل عليه فيني انا اذا بدي روح على ابلود فيديو فيني انا اعمل نيو فولدر وستودينت بروجيكت هعمل ابلود فيديو بيه اللي هو انه انت الابلود اللي بديك تعمله هل انت موجود عندك على جوجل درايف ولا على الجهاز الخاص فيك هادخل انا على الجهاز الخاص فيه لنفترض انه هيدا هو الفيديو طبعا انتو هون بتفوتو على المكان اللي انتو حاطين الفيديو عليه يعني انا موجود حاليا بالدس بي سي باللوكل ديسك بالفولدر اللي اسمه البازل هدخل هيدا الفيديو من بعد ما نحنا نعمل ابلود بدو ياخد وقته بحسب سرعة الانترنت لحتالي يصير موجود بيرجع من بعد ما ينعمل له ابلود بياخد وقته لحتالي الادبازل يكايفو مع طبيعته هون بتلاحظوا من بعد ما نعمل له ابلود للفيديو بياخد وقته الادبازل اللي يعمل له بريبير من بعد ما عمل ربير البازل للفيديو اللي نحنا عملناه صار فينا نحنا هلأ نبلش نشتغل عليه فينا نحنا اول شي بنجي على البوكس لهم نعمل تشاك لاحظوا نحنا بس كبسنا على تشاك عطاني عدة امور الساين يعني نحنا منعينه كوظيفة او كمهمة ادت منعمل تعديل عليه موف تو فولدر بنقله على فولدر انا عامله دوبليكايت يعني بعمل نسخة تانية عنه انسلكت برجع يعني بشير تشاك مارك و تليت يعني انا بلغي الفيديو طبعا نحنا قلنا انه نحنا بالبايزيك اكاونت عنا نحنا بحق لنا عشرين فيديو لاحظوا صار عندي واحد اوف توينتي نحنا اذا دعينا اشخاص على الاتبازل بنصير كل شخص بندعيه و بيصير هو عنده اكاونت عالاتبازل بنزاد عنا عدد الفيديوهات لتلاتة بيصير عنا تلاتة وعشرين هلا حاليا حنبلش نعمل ادت بالأدت شو هنى الابشنز الموجودة عنا هنبلش اول شي بالأدت مانيو في عندي الكاتت او الترم اللي هي انا بقوم فيها بعملية اقتطاع جزء من الفيديو اللي انا ما بدي اياه في عندي الفويس اوفر يعني انا بحدد بمكان معين بدي حط ملاحظة صوتية يعني بيجي انا الصوت اللي انا عم بعمله فوق الصوت اللي موجود بالاساس بالفيديو وفي عنا الكوستشنز اللي هنى يا ملتبل تشويس اوبن اندد كوستشن ونوت يعني انا عم حط ملاحظة خلينا نبلش بموضوع الكاتت انا بقدر بت ترم رولر اخد لهون وبقدر ايضا اقتطاع من الاخير لهون حاليا هادا المقطع اللي انا عملتله كات يعني انا بدي الفيديو يبلش عندي من هادا من النقطة وبينتهي عندي بها النقطة من بعد ما عملنا كات كات ونجي على الفيديو لاحظوا انتو انو صار هو مقطع كان بالاساس بحدود الاربع دقايه صار هلا بحدود الديقتين وثلاثة وثلاثين سينية لاحظوا في عنا ايضا ما عملنا نحن قط في عندي شي اسم قط كمبيوتر او جهاز يعني بقدر انا اضيف قط جديدي وبقدر انا هايدي ما بدي ايها شي لا اوكي وهذا القط اللي هون هادا ما بدي شي هادا ليش بعملون انا هولي القط لانو حتالي انا يقدر الامور اللي هي مش بحاجة تكون موجودة بالفيديو ما ضيعوا وقته فيها ولاحظوا انو هو بيعمل سيفينج اوتوماتيكلي لحاله للفيديو هادا نجي لهون هلا عموضوع الويس اوفر انا بدي رسلم بالثانية 15 بدي اعمل بدي اعمل يعني القرص الصلب انا عم بحكي كنت عا هيدا الموضوع بدي الفطلون نزلون الولاد انو ينتبهولا لهيدا الملاحظة او بدي ضيف شغلي مش موجودة هوني فيني انا بعمل بدي اعمل اللاو اكيدة هلا انا عم بعمل وبقول له انو انتبهوا هيدا الموضوع كتير حساس ما ننتفت لهولي الجمال الموجودين بهيدا الفيديو وعملت stop لاحظوا من بعد ما ضفنا الصوت يعني الساوند اوفر اللي عملناه فيني اضيف انا كزا ساوند اوفر طبعا فيه هوني عندي هيدا البار الاصفر هو بيدل انو هوني فيه التسجيل الصوتي اللي انا ضفته فيه عندي انا هوني option delete اذا انا بدي الغي واذا انا ضفت تسجيل تاني بيصير عندي موجود هوني الفويس اوفر التاني لاحظوا انتو هون الفويس 15 ثانية بيخلص بالثانية 27 بنجي على موضوع ال questions نحنا فينا نحنا نحط نوعان من ال questions وفينا نحط نوت رح بلش ب multiple choice question بدي ايجي انا اقول مسلا هذا الفيديو ماشي بهايدي السيني هون اللي هي سيني 42 بدي اضيف question ال question اللي بدي اضيفه بدي اقول مسلا the hard disk is multiple choice نحنا انا فيني اقول انا مسلا storage device او مسلا presenting device واذا في حال بدي اضيف option تالت فيني اعمل add another answer choice ما بعرف فينا نقول مسلا input device من بعد ما انا ضيف الامور اللي انا بدي اياها فيني انا حدد الايجابة الصح والايجابة الغطاء مسلا ازا هايدي الايجابة الصح بضغط على هايدي بضوي هايدي اخضر وهو بتركن احمر ازا هاي الايجابة الصح اللي فوق بخليها هي تشك اخضر وهو ليكي بكونوا الاكسبار احمر وبعمل save لاحظوا هلا صار في عندي تير دروب هايدي العلامة بتدل انو انا في عندي سؤال هوني والسؤال هو نحنا حاليا عم نشوف تبع لاحظوا انتو هوني بيجي عندو يعني لما بيوصل هاتلا نرجع شوي الى ورا تشغيل فون تليفون او جهاز لوحة اختبت هو بالاساس بدو يوقف الفيديو التلميز هوني مجبر انو يجاوب على السؤال ويعمل continue لا يقدر يكمل الفيديو اللي هو عم يحضر فينا نحنا نضيف هون سؤال تانى multiple choice تانى نفس الفكرة فما حنكررها فينا نضيف انا open ended question بالopen ended question بيجي انا مثلا بقول انو ما اهمية اخلين بالانجليش مثلا what is the importance of hard disk هون هو التلميز او الطالب بدو يجاوب بطريقة open ended question يعني كمان اذا منرجع شوي الى ورا نحنا منحرك بالكيرسر اللي على البار تاعة تانلين مش بتتيردروف بتغير لو ما كانوا للسؤال لاحظوا اجا عندو السؤال تانى اللي هو open ended question what is the importance of hard disk بدو يجاوب الطالب ومن بعدها بدو يرجع يعمل continue ومتلا نحط سؤال تالت او بنحط note بما انو حطنا سؤالين بنحط note بهذا النوت انا فيني اكتب اللي بدي اياه فيني اكتب ملاحظة مثلا انو the cd have same shape of dvd وفيني انا هون اضيف مثلا link فيني اضيف صورة الصورة اللي انا بعملها upload ممكن اجيبها من url ممكن انا اعملها من عندي من الكمبيوتر هتلا نضيفها يلا صورة فرضا هايدي بدي اضيفها بعملها open وبغير لها dimensions كلمة تكون مقبولة بقلب الفيديو صورة اللي اعملها 150 هو اللي احاوله بيخدها 150 150 اوكي صار عندي هايدي الصورة وهلا ازا بعمل انا save كميل ولاحظة انتو هوني كمان بيحقلي اعمل superscript و subscribe هوني في حال انا كنت عم بيشتغل مثلا نوت وفيها هي superscript و subscribe حتى بيعطيني functions في حال انا كنت استاذ الرياضيات ممكن استخدم انا equations و functions وقدر اكتبهم ضمن النوت اللي انا عم بكتبها هنعمل save صار عندي ثلاثة teardrops هلا وهن اول سؤال multiple choice question لاحظو هي هون على اليسار عندي ثاني واحدة اللي هي كانت open handed question اللي انا عملتها هي موجودة على اليسار بالثانية 46 وعندي اخر واحدة اللي هي نوت عبارة عن ملاحظة اللي هي كانت بالديئة الاولى والثانية 22 مع الامج تبعها ازا برجع شوية الورا وستشوف كيف بدت تبين عندي لاحظتو اجت النوت the cd has the same shape of dvd هلا بيعمل continue هو لاحظتو يكمي نشيه التليم ونفترض ان احنا هلا الفيديو عنا خلص شو المطلوب نعمله انا نعمل finish طبيعي من بعد ما عملنا finish لاحظوا انتو هيدا الفيديو صار موجود بقدر هلا انا اعمله assign هوني private يعني هو بس بيقدروا الاشخاص اللي انا عم بعتلوني يشوفو public يعني على the puzzle بشكل عام بيبدل يبين هيدا الفيديو طبعا لا اسم الفيديو اللي انا احطو انا هخلي private لانو انا عم يستخد مو بسمعة تلميزي ما بدي يكون بشكل عام هي private وحيجي انا اعمله assign قلنا نحنا انو الاد puzzle فينا نربطو بالجوجل فانا هعمل assign وعندي هيدا الموجود على الgoogle classroom هيدا صف النصفوف اللي انا كنت ضايفه قبل اذا بدي ضيف صف جديد فيني اعمل add new class بحط له name وبعمل له create فيني انا اعمل open اذا كنت موجود عندي قبل بس بعدني مش ضايفه هون جديد وفيني انا اعمل import classes من google classroom وهيتلا نضيف مثلا صف اخر غير الصف لاحظة هون معمولة check mark على هيدا الصف اللي انا عندي اياه وهيدا صف تاني عملت له import class فصار عندي انا هلا حاليا صفين فيني ابعتهم للصفين فيني ابعتهم للصفين ما في اي اشكالية وكمان فينا نحنا نحدد start date فينا نعمل due date لتريف التسليم وهي دي جدا مهمة انه نحنا prevent skipping وين بتفيدني انه انا هون بضمن انه الولد ما عم يعمل skip او عم بيقرب ليوصل للسؤال مباشرة من دون ما يكون هو حضر description والdata اللي كانت موجودة بقلب الفيديو قبل مرحلة السؤال فهون بجبرو انا يحضر هيدا الموضوع و post on google classroom انا حتى اللي شو اعمل حتى اللي ابعتها على ال google classroom من بعد ما نكون جهزنا كل شي فيني انا اعمل assign حاليا نحنا حطيناه عم اتأكد بس من اسم الصف عملنا له assign صار موجود هو على ال google classroom طبعا التلميذ لازم يدخل على الادبوزل هو عم يستخدم الاكاونت الخاص فيه طبع الجيميل وطبع google classroom هو زيته بيقدر يعمل هو نفس الجيميل اللي استخدمه للgoogle classroom ليدخل من خلاله على الادبوزل اللي يقدر يعمل assignment اللي هو عم يعمله لانه هو بس يضغط عليه للفيديو الموجود عنده بقلب ال google classroom دايركت لي بدو ياخدو على الادبوزل هولي اسامي ال students الموجودين طبعا ما فيه ولا شخص حضره بعد grade بنو graded last watch ما بيبين لي امتين الحضر لانه بعده حاليا ما حدا عم يشوفه وعندي not turned in طبيعي لانه بعد ما تسلموا واننا نحنا هولي options بيعطيني reset لل progress ممكن انا بالwatch اقدر انا شخص هيدا الطالب كم مره حضره ال questions لاحظوا هنه هولي كانوا ثلاثة اسئله كان عنا احنا سؤالين و note اول سؤال اللي كان هو عبارة عن multiple choice اللي عن ال hard disk وتاني سؤال كان اللي هو open ended question نرجع موضوع students فمجرد ما الطلاب حضروا الفيديو بيكون بيان عندي هالشغلات راح فوت انا على google classroom واحضروا انا هونيك ولاشوف شو ممكن يتغير عندي بال feature لاحظوا انا حاليا فتت على الصف اللي انا كنت خلقه ولاحظوا صار عندي هون عالي غنوي كذا assigned new assignment via add puzzle وصار موجود الفيديو هون بيقدر الطالب لما بيضغط عليه لا الفيديو لا يحضروا اصلا باينين عنده ثلاثة tier drops وهو بينفتح على ال add puzzle طبعا student نحنا بكون بالاساس يعطينه اكاونت علقة puzzle اللي هو نفس الجيميل اكاونت اللي بيكونوا استخدموا ليفوت فيه على google classroom يعني ما بتفرق بيستخدم نفس الاكاونت بيجي التلميذي بيحضر لاحظوا انا هوني عندي يدي الاشارة السوداء انا ما بقدر اعمل skip للفيديو ما قادر اقرب مجبور انا احضر كل المعلومات وبيكتب معلومات يلي هو قبل لحتى اللي انا اوصل ما بقدر انا اعمل skip مباشرة هلا انا عم بعمل recording هيدا هوني اجا اللي احطيته الجمال الموجودين بهيدا الفيديو هلا رجع الصوت اللي كان بالفيديو تليفون او جهاز لوحي او تابلت هو بالاساس نظام التشغيل وصل على السؤال بده هو يضطر شو يعمل التلميذ يجاوب على الاجابة الصحيحة اذا عمل rewatch يعني هو ما فهم المطلوب اللي كان اول مرة عم يعمل rewatch عم يرجع يعيده من اول وجديد لحتى اللي يرجع يتأكد من الشي اللي هو كان مطلوب هلا بنجي على السؤال هارد ديسك از نحنا بنقول هوني برزنتينج ديفايس ستوريج ديفايس اعمل نصب مت اوكي بيرجع نحنا نعمل continue بحالة التليفون نحنا بنقول انتر ورح واقف انا ما حكمل هارجع على نعمل refresh نشوف شو ممكن يكونه ضاير عنه لاحظوا انتو التيتشر هنرجع هلا لعند التيتشر لنشوف نحنا نشوفه رقيت ازا بيجي انا على التيتشر هوني لاحظوا انتو هوني انه هوني هو حضرو وصل له هون جاوب على هيدا السؤال ما كمل الاجوبة على السؤال التاني وما وصل على النوت لا يشوفه فبقدر نحنا نعرف انه هيدا الطالب او هيدا التلميذ كيف اشتغل وشو عام يعمل ولاحظوا انتو هوني فيني انا بعدين نضف له comment للطالب بحدد له بالcomment وبرجع ببعث له اياه تقريبا هولي المتعلقين بعملية الشغل اللي له علاقة بالطالب برجع انا فيني فوت على الجريدينج بوك وبالجريدينج بوك فيني انا حط له علامته وبتلاحظوا انتو عندي هيدا اول فيديو اذا كنت انا عامل فيديو تاني بدو يبين عندي هون فيديو التالت هولي بالنسبة لهيدا الصف وبس خلص الشغل من هيدا الصف فيني انا اعمل اكسبورت لهيدا الجريد بوك وبلاحظوا عندي تسيف اس ان اكسل فايل على داونلودز عندي على الكمبيوتر بقدر افتحه وبشوف انا تقريبا البروغرس تاع طلاب كيف كان ماشي ونرجع لهوني عنا الرفر تو ايرن انا نحنا انو فيه بالبروفايل انا اذا بدي عدل بالبروفايل تاعي هنا عم نعمل ريفيجين شي مرق معنا بالفيديو السابق عنا هوني البابلك يعني كل الاشخاص بيشوفوه البريفيت انا حاليا بعدتو برايفيت انو بس بدي عملي شير مع ماي ستودنتز عنا السكول اذا انا بدي اغير اسم السكول او اذا بدي احطله الكود معي اذا انا بدي اضيف الصفوف اللي انا عم علمه او بدي اغير السابجيك اللي انا عم علمه واذا انا عم استخدم الام اس معي بحدد شو هو الام اس اني حاطين حاليا المودل سكولوجي بلاك بورد باور برسكول والبلاك بود وفيني انا بالبلان اذا انا بدي ضيف عدد الفيديوهات اللي بقدر انا اشتغله ممكن انا شو اعمل اعمل فبينزاد عندي الكباسيتي لثلاثة فعندي كان عشرين بصيرو ثلاثة وعشرين انا اذا هلا بروح على الكونتنت وبرجع على ماي كونتنت وبعمل تشك فيني اعمل ديليت للفيديو بيرجع العدد بصفر بصير سفر من عشرين بالassign to class اذا نحنا اخذنا البابليك لينك ساعتا فينا نحنا ناخد اللينك ونعمله شير ونبعته باي ميل او باي واتس اوب او فينا نعمله امبادد ونحطه بقلب باور بوينت او نحطه بقلب ويب سايت تاني ولاحظوا انتو الفيديو صار كان اول شي اربعة دقايه نحنا عملنا التريم صار دقيقتان وخمس طاعش في بقلبه تلاتة تير دروبس اللي هني contain three questions او three notes او three questions and notes اللي هو حاليا بالفيديو اللي احنا عملناه كان في عندي سؤالين ونوت وحدة هعمله delete انا keep content لا ما بدي خلي الcontent delete content من بعد ما عملتله delete انا هبدي ارجع لهون لاحظوا صار عندي صفر من عشرين يعني فيني انا هعمل فيديو معي واذا كنت انا الcapacity تعيتي صارت المكسيموم صارت عشرين وعملت invite the teachers وما فاتوا بدي ارجع انا اعمل فيديوهات من اول وجديد ففيني اعمل delete وارجع بعمل فيديو جديد تقريبا هيدا كان اغلب الشي اللي له علاقة كيف انا بعمل فيديو على delete puzzle وبعمله share مع my students ويعطيكم الف عافية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة